انا اقول لكم منين منين الاعلاميين بيبتدوا يزعلوا من بعض وينفسنوا عليش يعني خليني عشان انا برضو ابن الجبلية دي فانا عارف حاجات النهاردة انا بارح اكلمت حضراتكم على مجموعة من الصغار الشباب اللي هم بين قصين النشاطاء اللي شتموا زميلهم اللي راحوا شاركوا في المؤتمر طبعا اللي مشاركش في المؤتمر اللي توجيت له دعوة مشاركش في المؤتمر هو اللي خسران ليه لانه انت بتتكلم كل هذا الحوار المفتوح في حضور الرئيس عاي كلمة عايز تقولها الرئيس قاعد والناس المصرين كلهم شايفين ما فيش محطة ما بتنقلش فيش محطة ما بتنقلش فهم اللي خسرانين لكن يحصل ايه يحصل ان هم فيه الناس ما جاهاش دعوات عشان العدد عشان تقدير عشان التمثيل النوعي مش بقولها جيب النصريين كلهم الوفد كله اليسار كله الحزب الديمقراطي الاجتماعي كله مش هينفع فالناس حتى النواب ما راحوش كله فيه نواب زعلانين يعني اخونا معتز الشاز اللي يكلمني وقال لي ينفع كده مؤتمر للشباب ما يبقاش فيه ممثلين الشباب وانا ممثل للشباب وانا الشباب والكلام ده معتز ما اقدرش الومه لكن في نهاية في عدد في عدد كبير من الناس كانوا موجودين فيعني بيمثلوا الجميع لكن مثلا منين بقى بيحصل النفسانة منين بتبتدي المشكلة فيه مشكلة نفسية في الاعلام والله مش بيهضر مشكلة سيكولوجية لدى الاعلام في مصر سواء الاعلاميين اللي بتلعقوا ادنامكم في التلفزيون او الصحاب نقولك ايه طب انا رحت وما طلعتش يعني ما اتكلمتش في الندوة طب ليه اختاروا فلان ويطلع وما اختروش علان طب ليه ده بيقدم وانا لأ طب ليه ده اتكلم وانا ما اتكلمتش طب ليه قاعد ده قاعد في القوتيل اللي هو على بعد ميت متر من مكان رئيسه الوزراء وانا قاعد على بعد سبعمائة متر مصر اغلبها والساحة السياسية والاعلامية وكلام ده على مسؤوليتي الشخصية الساحة السياسية والاعلامية الدور السيكولوجي والنفسنا بتلعب دور حاكم في هذا الموضوع فيش حد بيتعامل بقى من قلبه وبضميره يعني يقولك يا سلام ده فلان ده قال الكلام اللي كنت هقوله لو انا طلعت على المنصة انا هقول الكلام ده طالما تقال ها وده الفرق من اللي بيحب مصر وباللي بيطبل شخص اللي قاعدين دول ما بيطبل ما طبلوش لحد اللي اتفق واللي عارض اللي قايد واللي ما قايتش ما طبلش لحد ليه لان هو عايز بلده هو عايز بلده فالنهار ده لو انا فلان ده مثلا واحد قاعد في جوه في القاعة فشايف اثمان كمان اللي بيقدم طب وليش معنى اثمان كمان اللي بيقدم بقى انا مقدمت شوالا جلسة وبتاع قدام الرئيس ما الرئيس قاعد بقى وجوه فضيع بتبتدي بقى لإيه حتة النفسانة دي تخش في عروق ودماء البعض الاعلاميين بينك وصيه فيبتدي نفسي فيطلع تاني يوم يكتب على تويتر هؤلاء الذين كانوا موجودين ما قالوش كلام اللي كان مفروض يتقال في حضرة الرئيس طب ما انت عندك برنامج ما تطلع تقوله ما انت لك مقال ما تكتبه ما تكتبه ولا انت عايز تطلع في حضرة الرئيس وخلاص شايف الاعلام والكاميرات والملايين من المصطين بيشوفوا البتاع فانت عايز تقعد فيعني ده دي الحقيقة من الحاجات الخطرة جدا اللي بتواجه الاعلام في مصر انه فيه جزء نفسي وسيكولوجي ومنافسات احيانا بتصل الى مرحلة الرخص مرحلة الرخص دي هي اللي بتقدي بقى لإيه خليك معايا مرحلة الرخص النفسانة والرخص تقدي الى الهوهوة الكتير فانت النهاردة لو شفت حد قاعد وانت غيرت منه فانت بقى هتطلع بعد كده هوهو زي ما نشطاء هوهو على نشطاء وزي ما اعلاميين الحقيقة هوهوهو على اعلاميين انا نهاردة لو واحد قاعد عقدام الرئيس وقالك كلام اللي انا نفس اقوله طيب ما خلاص مايو عشان مصر انت عايز ايه انت عايز تبقى قريب من الرئيس مش تاخد حاجة فيش حد اللي بياخد حاجة انت تبقى قريب من مصر من عايز ايه عايز مصر الرئيس سمع الكلام الصح قالك قررك الحاجات الصح انت اللي قلت او غيرك اللي قال مايهمكش مايهمكش لو انت بجد مخلص لبلدك وربنا هيعوضك وهيديك